اطلع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل ميدانياً على الأعمال الجارية لإكساء وتطوير الطريق الرابط بين فلكة فرسان العالم وجسر شرق تكريتا ودقق المحافظ في تطبيق المعايير الهندسية والفنية في العمل لضمان تنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمانية المتفق عليها موسطياً الجهات المنفذة بالتقيد بتوقيتات مراحل الإنجاز خصوصاً وأن هذا الطريق يعد حيوياً كونه يسهل حركة المواطنين إضافة لكونه وجهة مهمة لمدينة تكريتا وأكد المحافظ أن هناك الكثير من المشاريع الحيوية تنتظر مصادقة البرلمان لموازنة العام الحالي لتعافي المحافظة وتنطلق وفق رؤية جديدة تختم الأهالي الأوضاع تعتمد على قرار الموازنة إذا انقرة الموازنة إن شاء الله ستتعافى صلاح الدين